هذا فيما شنت طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي مع بداية اليوم المائة واربعة وعشرين من الحرب على غزة شنت قصفا عنيفا وأحزمة نارية على مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطع وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غراط وأحزمة نارية عنيفة على المناطق الغربية والشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة وذكرت مصادر صحية بالقطاع أن 12 شخصا استشهدوا في رفح في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي بالإضافة إلى وجود العديد من المصابين والمفقودين فيما حذرت الأمم المتحدة الليلة الماضية من أن اكتياح الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غراط عنيفة على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس بينما استشهدت امرأة برصاص قناص عند بوابة مجمع ناصر الطبية